سلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مرحبا بكم معي من جديد أخواتي في قناتكم مطبخ حسناء سريف كنتمنى يلقيكم هات الفيديو باخر وعلى خير بأحوال طيبة وصحة جيدة بإذن الله غبت عليكم هات المدة هذي كانت شوية طويلة وتحشتكم بسبزاف وكما كنتلاحظوا معي اليوم وان شاء الله غدا نشارك معكم في هات الطلبية هذي مجموعة من الوصفات غيكونوا غريصات بعصير البرتوكال اللي كيجي وقيمة قيمة بالروعة ان شاء الله مني غدا نتجربوهم غايبقوا غيت قادوا لكم تعاودوهم لأنهم تيجي وخفافوا تيجيوا بحالي ما تناكلوا تاشي حاجة مهوين بوحد الشكل كبير ومقطنين ان شاء الله غدا نشارك معكم تريد بدقيق القمح صلب اللي كيجي ناشف من زيت وكيجي رقيق بوحد الشكل كبير بساف غدا نشارك معكم ايضا حريشات وزن ثمانين كرام كيجيوا هذ الحريشات هذو خفاف وكيجيوا من داخل مفركين وتيذوبوا رزة القادية اللي كنت أسبق ونزلت معكم كانت هنا بزبدة من أصل الحيواني فكيجي صراحة بنينة بزاف وعندنا هنا ملوي بطريقة ديال التوراق اللي كتعطي توراق او لا يعني كيجيين ملوي مورق بوحد الشكل كبير بزاف فان شاء الله تجربوهم بصحة والراحة وغنطرقوا ان شاء الله حتى التمنى للبيع لكنتوا اول مرة كتزوروا القناة ما تنسوش الاشتراك فيها والضغط على الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد وانتزودوا بالمكونات وطريقة تحضير الوصفات فخليوكم معي بإذن الله ايضا نبدو على بركة الله اول شيء بالقريصات بعصير البرتقال هنا كما كتلاحظوا معي خديت القصرية وضعت فيها كيلو ديال الدقيق الأبيض يكون نوعية جيدة خاصة بالحلويات نخلي لكم الاسم ديال الطحيل اللي سنخدم به في الدقيق الأبيض وفي دقيق القمح الصلب وفي سميدة ناخد الحليب هنا عندي الحليب جوج كسان ديال العنبة ديال الحليب لمعامر انشي يعني يتبقى واحد قل من سنتيم على الكاس بشيعمر لا يعيدل مجموعة البنور كثيرا بثورة يومfreة. نضيف الملحة و نضيف الكيس من سكر و زيت كاس العنباء وزيت إذا تخدمه بالفاني اللي تكون أصفر ستضعه جوج وكتبه بالألز الظهار ستضعه غير كيس واحد فقط هنا عندي كاس عصير البرتقال ونزيد قلمة 4 كاس لاحظوا معي إذا تضعه نصف كيلو ستضعه كاس إلا ربع عصير البرتقال سنضيف السكر سنضيف جوج حبات من البيت سنضيف 14 جرام الخميرة صافي ونحن نضيف بشكل عادي ونجعلهم بقافة رأسهم في الأول ونضيف العجينة مزيان ونضيف العجينة يبقى لكم الاختيار ستضيف الحليب حتى ترخف العجينة ونجعل العجينة غزالة في حالي فيها الزبدة في هذه القريصات تشكلتها في الأساس ونضيف العجينة ونضيف العجينة ونضيف العجينة ونضيف العجينة مع المدينة السكر يقوم بعمل ونضيف العجينة ونضيف البيت اقصد معكم في اخر فيديو اختيت قشرة البرتقالة كبيرة حكيتها في الحكاكة الرقيقة إذا لم تكن لديكم الحكاكة الرقيقة حكيتها في الحكاكة الغليضة فتأخذوا القرادة الربع وطحنوا مزيان القشور الليمون باش ميبقوش بين اللي يكون في الوجه ديال القريصات من يكونوا يتحمروا حيتي إذا بقوا وبينين غدي يجيوكم القريصات بحل مكوين سوف نضيف الخامير اللي كتكون كالتفاعلات عندكم وقت خليوا اتفاعل كثير من هكا ونعجن بالطريقة اللي سبق وذكرت ليكم فخليكم معي بإذن الله فلا بغينا نتيجة مزيانة من الخبز حتى القريصات حتى الملوي حتى المسمان حتى اي نوع ديال المعجنات كيبغي يدليك مزيان لأن هدك الدليك هو اللي كعطينا نتيجة مزيانة وكيبقوا عدنا المعجنات حتى كيتقادوا وما كيترا فيهم ولو هنا كيما لاحظتم معيرا بديت كندلك في العجين بالكف ديالليد صفي من بعد ما كدلك لي العجين مزيان وانا غدا نضيف في الحليب بشوية بشوية حتى كرخف العجين اتشوفوا معي على أن العجينة كتلسق في اليد هنا العجين راني غاس ليدي لكشيرش كيتباليكم كتلسق غير بوحد شوية أما هي راها كتلسق بوحد الشكل كبير وكي يجيوا القريصات غزالين بزاف هنا خليت هاد القريصات هادو اختام روح تتضاعف من الحجم ديال العجين هاد المرحلة هادي مهمة في جميع أنواع البريوش أنهم تخليوهم يخمروا مدة طويلة من أربعين لخمسين دقيقة راها كتحصل على واحد النتيجة أكثر من رائعة صفي من بعد غدا ندهان السطح العمل غير واحد الكيمية قليلة يعني الجهد اللي بحلي غير كي يعني كي ملاحتم عيانتم يعني ما مكتراش الزيت بزاف الجهد لي متلسقش لي العجين في السطح العمل وفي يديها بديتك نعبار في هاد القريصات هادو وزن ستا وسبعين قراب بغيتوا تدينوهم صغر ممكن بغيتوا تدينوهم بشكل بلدي تيبقى لكم الاختيار صفي بديت كنشكل فاد القريصات بحال هاكا وكندوز الأسفل ديال العجين بالزيت بحال كاكندنا باش ما تبقاش لاثقالية في البابيكويسون دائما البابيكويسون تختاروا ذاك البابيكويسون اللي ما تلسقش ما كيكونش غليد البابيكويسون اللي تيكون رقيق هو اللي مزيان لأنه إلا كان البابيكويسون غليد بزافر غير يستقليكم القريصات ولا يستقليكم أي نوع دين معجنة غتخدموا فيه كنستمر بحلاكة نشكل القريصات وغدا نخليهم يخمرون مدة ديال السادية للدقيق واحد النقطة غدا نأكد عليها بزاف أنكم ما تقرسوهم مش بالزبدباء غدا نخليهم يخمروهم مشكلين بحلاكة بعد ما كدوز هذه السادية للدقيق غير سنوهب عليهم بيدية لأن العجينة مرخوفة وهيكا تخمر وهيكا تنزل إلا قررستوهم بزاف هما تيخمرو هما تنزلو غيجيوكم القريصات مستطحين ورقاق ردوا لبال هاد النقطة هاد النقطة اللي هدرت لكم عليها رغير كيبال لكم مع أنا مصرع الفيديو را سنورك رهما تنورك شرغير سنحطي ديغي وحد شوية سافيه بزوية ديكم من بعد خليت هاد القريصات هادو خمروا للمرة الثالثة والأخيرة هنا را خمروا للمرة الثالثة والأخيرة على غير مع المونتاج يبال لكم بحلي دهنتهم في البلاسة مني قررستهم لا قررستهم داك شوية ورجعتهم خمروا مدة ديال العشرين دقيقة المهم يبال لكم لأنهم خمروا لصفي دهنهم بأصفر البيض خديد جوج أصفر ديال البيض مخلط مع معلقة كبيرة ديال الحليب لأنه كانت عندي معلقة كبيرة بسبب صفي وخفقت هذا البيض مع الحليب هو اللي سعتني هديك اللمعة في القريصات وتندهنوا بزيان إذا لاحتموا معي تندووز الفورشات من الأسفل ديال القريصات باش كيجيوني محمرين بلون موحد اللي لاحتموا معي فأول فيديو غير هو القريصات مندهنوش نكملو الرجوعون تانين دهنو إذا درنا هالطريقة هاديرة كيجي اللون ديال القريصات غالق بزاف ومحمر حتى كيبانو محروقين مرة واحدة كتكون مدهونة مزيان وكافية من بعد خديد الزنجلان أو السيمسيم ووضعت كمية مهمة ديال الجنجلان على القريصات لأنهم هم تتنفخوا هدك هادك الزنجلان كي يعني كي توزع ما كيبقاش إنه مجموع وبالتالي يلله كيجي القياس هو هادك إلا درتوا كمية قليلة فره ما كيجيوش لقريصات سويني هنا لاحتموا يعني كندير واحد الكمية ديال الجنجلان وكندخلهم مباشرة يطيبوه في الفرن الغازي كناخذ واحد زلافة كندير فيها الماء المبارد والفران بارد كندير هادك زلافة في الفران يكون بارد والمبارد عادة كنشعل الفران هادك زلافة كتبقى مع جميع أنواع المعجنات حتى كيطيبوه لأن هذا البخار اللي كيطلع من زلافة هو اللي كيساعدنا بالتحمار وتعطينا واحد لون غزال بزافة القريصات ونطلقى بكم إن شاء الله في الوصفة التالية فبالنسبة للعجين ديال تريد غنخليه لكم إن شاء الله في صندوق الوصف وكين حتى التريد بدقيق القمح الكامل كل شي إن شاء الله في صندوق الوصف غنخلي لكم لاحظوا معي العجين هانتو مرة بقى يعني مشكلتها شو كتبال لكم على أنها يعني عاطيكم الطوع ما كتقطع متشي حاجة مثلا إلا درتوا جوز زلاف ديال دقيق القمح الص صلب غديرو ثلاثة ديال زلاف ديال دقيق الأبيض ماشي بحل العجين ديال آآ الملوي بهد القياس هادا كتجي كيجي تريد غزال بزاف يعني دوب له المكونات شحل ما بغيتو مو ما نعطيتكم كمية صغيرة وكيبقى لكم الاختيار شحل ما بغيتو تخدمو 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 غدوبلو الكيمية اللي عطيتكم في الدقيق القمح الصلب وفي الدقيق الأبيض بالنسبة للملوي او لا تريد اللي تيكون بالدقيق القمح الكامل فراه مني سنقول دقيق القمح الكامل يعني راه محيدة من النخ حيث ما يمكنش ومستحيلة لان التريد يتخدم بدقيق القمح الكامل بالنخالة ديال وما غديش يتطلق مزيين حتى لا تطلق لما غديش يجرقيق بحل هكا فهادي نقطة بغيت نأكد عليها غي هو كيجي ميز وتيجي بنين يعني كين فرق ما بين التريد اللي كيكون بحل هكا بالفينو كين تريد او لا تريد اللي تيكون بدقيق القمح الكامل هنا كما لاحظتم معا يدهان طلاطة وبديتكن تشكل آآ يعني قريصات الوزن ديال ديال خمسة وربعين جرام على اساس انني عندي المقلة كبيرة فلكنت المقلة صغيرة غتتصغروا الكيمية حسل ثلاثين جرام لانها خاصة تطلق الورقة ديالتريد رقيقة بزيف هنا بعد ما غدا نكمل الكيمية كندهان هات الكوبيرات هادو كاملين بشمية لازقوش لي لانا كينة كمية كثيرة خاصة ننزاحم الكيمية اللي عندي بشتهزلي اللاب فهالطريقة او للورقة اللولة اللي حطيت في المقلة كما كتلاحظو بالنسبة الاخوات اللي يبغيوا يخدموه بالدلة كتخدمو بهالطريقة هدي هني انا كننخدم غير بيديا فنوريكم بالدلة كوي نطلق ورقة رقيقة غيب الزيت وكمية قليلة الزيت الجهد الذي ستطلق لكم الورقة هو فوق الخامسة لا تبقى الورقة تحتها كمية الزيت كثيرة نحبس الكاميرا ونطلق ورقة أخرى ونقلب ورقة أخرى ونحط ورقة أخرى ونبقى غادة بهالطريقة كما سوف نطلق ورقة أخرى فوق السطح العجينة تحكم في العجينة تحكم فيها كما تريد مع مصرع الفيديو تحطي العجينة وتجرب بكل سهولة لا تقطعها واخد وقتها الكافي وانها ارتاحت بالنسبة للأخوات تخدموا العجينة في الليل وتخليها ترتاح لا في المسمن لا في الملوي لا في التريد كما سبق النار تكون بمستوى واحد بشكل طيب بشكل طيب ونطلق ورقة أخرى يكون كافي لأنها رقيقة بزد كما سرعت ونطلق ورقة جديدة ونطلق ونطلق منطلق اتخل بالنسبة للمقلب نطلق ونطلق بشكل طيب يتبقى ونطلق يعني لعمل المساحين لتنزل في جيد تتريد بحاجة ازال المفوضة يجيب زرابين وضعيون حدة رجل من خالة من أن يكون هناك مادة درجة الشكل من أجل الذكرية سوف تقدم بالنخالة لا يمكن نهائيا أن تخدمي تريد بخالي بداخل نخالة وليس تورق نهائيا عن هذه الأجل تصفي دقيق القمح الكامل من نخالة من النخالة والخالة التي تكون مفوضة خلاص طحين صافي في نجمال اولا في الزينة الثانية وكل ما كان يعني عدد الحبات ديال التريد كثير بزاف في الزينة راه كي يجي تريد الطب واحد الشكل كبير كبير بزاف اه كنستمر بهالطريقة هذي كما كتلاحظو معايا كنعود نأكد على النقطة انا رغير كنقطع الكاميرا وكمشي نطلق ورقة ديال التريد وكررجع هذا كنقلب الورقة جديدة كنستمر بهالطريقة هذي كما كتلاحظو معايا وكنسرح مزيان هذيك الورقة قد شوفو معايا كيفاش غدا نهز التريد او للورقة ديال التريد وهي ما زال عجينة من ارخامة كنستمر كما كتلاحظو معايا هانتو ما في كل وقت اللي كان مشي نطلق فيه ورقة جديدة ديال التريد كيكون كافي باش تطيب لي الورقة اللي حطيت في الاسفل لانها كتكون رقيقة بوحد الشكل كبير بزاف وبالتالي كتطيب الورقة مزيان وكتجي يعني كما لاحظو معايا في اول فيديو راكن نجبد الورقة ما كتقد طعمه ولو ما كي يجيش نيائيا تريد مزيد او التي يجي مع الجن يكون واخد وقته الكافي مزيان في الطياب فان شاء الله ندوز معاكم المرحلة باش نطلق العجين فقر خامة باش شوفو كيفاش كنهز العجينة من الخامة فخليكم معايا بإذن الله فانا كما كتلاحظو معايا كندير واحد الكمية ديال الزيت وكمتلق الورقة مزيانة ما تتقطع متاشي حاجة كتلقو حتكيبا السطح ديال العمل يعني تتبليكم الرخامة صفي وكنهز مني تنهز تحاولو اه تهزو في المنتصف ديال الورقة ديال التريد وكتخليوا يعني الاصابع ديالكم محلولين باش الورقات بجوج ما يتجمعوش ليكم اول ما يتلاسقوش كيما غتشوفو معايا ان شاء الله مني غنهز هاد الورقة هذي صفي وكنحط اه فوق كيما لاحظو معايا فوق التريد اللي تكونتي طيب حلاكة وانطلق بيكم ان شاء الله في الوصفة التانية هنا كيما كتلاحظو معايا دوي الشكل ليل التريد بعد ما تنطيبوه فراه كي يجي اه مورق هانتوما فانحاول نجرب حلاكة باش نقربكم للصورة اكثر على ان التريد راه طيب مزيان وخف هاد اللون هادا فان شاء الله تجربوه فصحة والراحة وينال اعجابكم واندوضوا ان شاء الله للوصفة التانية فخليكم معايا بإذن الله فبالنسبة للعجين دي الملويكيما دائما كنخدم معاكم عندي هنا جوز لايف كبار دي الدقيق القمح الصلب او للفينو مشي سميدة القيقة ومشي سميدة اللي كنصيبو بها البسبوسة وعندي هنا في المقابل ضعف الكيمية يعني ربعة دي الزليف دي الدقيق الابيض يكون نوعية جيدة خاص بالحلوية سندمج الانواع دي الطحين بزوج بهذا الشكل هذا وغاد نخلي لكم الاسم دي الانواع دي الطحين والسميدة اللي كنخدميه ايضا غاد نضيف واحد شوية دي الملحة وغاد نضيف راس معلقة دي الخميرة دي الخبز هنا غير دير الكمية قليلة دي الملوي فتكشير جدرت هذيك راس معلقة ما منك تكون عندي الكمية كتير اكتر من 70 و 80 و 100 ممكنش لي نهائيا ندير الخميرة دي الخبز لانا غدت خمر لي العجينة وانا بقى موصلش النص في التوراق دي الملوي فهنا درت شوية دي الملحة هذي دير ملح وبالنسبة للسكر ما تنديرش نهائيا السكر علش اكت لكم لانا هذي دير ملح ما تنديرش نهائيا اللح لا درت السكر ولا درت العسل وتيجين ملوي محمر بواحد لون مدهب وغزال غزال بزاف فبالنسبة للأخوات اللي عندكم الخميرة معجونة غدديروا قد الحمصة الصغيرة بزاف باش نكون واضحا في الحجم دي الخميرة دي الخبز ما تكتروش بزاف صافي وغدا نعجن بالماء يكون دافي واحد شوية يعني يلا يتهرس الماء تقيسوا الماء تلقوا لانا الماء الله جيدة في تعجنو بيه مني تيقول الحال سخون كتعجنو بالماء عادي مروبيني صافي وغا نبدو نعجنو العجينة كما طلحت وما يتشوفوا بعد القياس دي الخميرة دي الخبز هانتو مراس معلقة فقط الكمية اللي انتكارت لكم ديال الدقيق فننpertعنو العجينة بشكل عادي برشكل العجينة التي خدمناه كن fix العجينة شوي قابتittleها لكنها استمتor صرف سبق الأحجان ل wrapping حتى تكشون مرخوفة الحال كقود العجينة ، مريد جايفة ت ach Gaga لديك عجينة ضبت كمية الماء وكأن تكون مرخوفة لديك عجينة مرخوفة ارتاحت العجين حتى 45 دقيقة نضيف وزن 90 جرام وضع عجينة نضيف وزن 90 جرام نضيف وزن 90 جرام لا تسأل خمير اطلقا للعجينة لديك عجينة نحن لديك عجينة تجلب العجينة ونضيف وزنة أمامك الضغط في طنجرة لكيس بلاستيك ويمكنك العجين الكامل ويضا يتدك لديك نتيجة غزلة بزاف إلى كالحال بارد أما من يمكنك أن تخلل العجنات بات حتى الغدلية وتخدمها سوف يدهنا تهدو بوحد الكيمية الزيت وبدأ حبات الولي التي تكونوا رتاحه تجعل العجنات ترتاح واحد سوف تبدأ حبات الولي التي تكونوا رتاحه و تطلقوا العجينة دي لكم كما تشوفوا معي ان شاء الله في المرحلة التالية مني تكون العجينة ترتاح تحاولوا الدوب والزبدة وتخليوا كتب رد اي نواع دي الزبدة ممكن انكم تخدموا بيها نخلي لكم الانواع دي الزبدة بزوج اللي كنخدم بيهم هنا بديت كنطلق في الملوي على شكل مستطيل كل مكان المستطيل يعني يعاطيكم الطول بزاف رغتحصلوا على واحد عدد دي التوراق كتير بزاف في الملوي هاد البانضة هاد اللولة هي اللي خدمت عادة كنطلق هادي فمني كنطلق هادي كنطويها كنحطو كنهز هاد البانضة هادي يعني ما كنخليش عجينة ترتاح واحد الوقت طويل باش ملقاش هلا ان العجينة رهت رخفات لي اه ترققوا مزيان انا كنرقق مزيان الملوي حتى كيبان السطح العمل لانني مني تنبغي نقررس ما ترققشو خاصة التوراق هادي بلية في الملوية مني الطيب حيتي لا رققنا الملوي قررسناه رقيق رامي كبقي بلا التوراق له ولو كثبت بنا هديك الورقة و الهجو الصافي اما بهالطريقة هادي دك التوراق ليشكلتو هو اللي تبال ليكم في الملوي في الأخير تيجي التوراق واضح بوحد الشكل الكبير بزاف كمية الزبدة ورشيت بالفينو خلط مع الخاميره الحلويات كان عندكم الفينو حرش بزاف وغضيفه واحد المعلقة كبيرة ديال الدقيقة مع الفينو الخاميره الحلويات كان طويب هات طريقة هذي وكان حط غنهز هات البانده هذي اللي رتحت كان حاولون نعطيو العرض فى البانده بلما نوركو بزاف غير كتوهب وتعطيو البانده العرض بحال هاكا سوف ترشب كمية الزبدة و كمية قليلة للفينو و تبرمو بحلاكة تحاولوا لا تكترون الفينو فاش تكونوا ترشوا في المراحل بزوج باش ميجيكم باش الملوي قاسح فكن نخشي هذا القنيطة بحلاك وكن بقى ندوره وانا كنجمع ندوره وكنجمع باش يجيني الملوي مسدود من الجهات بجوش فكنديروا كمية ديال الزيت اللي تكون كافية يعني ميكونش كمية ديال الزيت كثيرة كرش الفينو والخميرة ديال الحلويات كنحط هاد البانضة هذي وناخد البانضة اللي قبل منها كنا ورقنا او لا اه ختمنا وكرش الزبدة والفينو وكنجمع ادلقنيت هاد هادورة فاش كنكون كندوراني كنجمع باش كي يجيني الملوي مسدود من الجهات بجوش بالنسبة لي انا كنطيب الملوي وللمسمن بلا زبدة بلا زيت عفوا لانا هاد الكيمية اللي كنطلق بها ده بك تكون كافية فاش يطيب الملوي نهائيا ما كندير التنقطة ديال الزيت فاش كنكون كنطيب الملوي غير التقلب مزيان فاش تكونوا طيب والملوي يعني تقلبوا مزيان ما تحبسوش من التقلب باش كي يتحلين هادك التوراق وما كديروش نهائيا زيت كنستمر بهالطريقة هادي راه كنورق مزيان يعني حتيبها نستطح العمل صافي وكننعطي العرض بلا ما نورقوا بزاف ديال هاد البانضة هادي صافي وكننرشو الزبدة ولفينو كنستدو مزيان هنا راني بديت كنقرس لاحتو ما يتنقرس غير الوسط وجناب غير تنوهب عليهم راه ما تنوركش خدمت معاكم كتر من وحدة باش يكون اه الشكل واضح هنا كنت نسيت زيت وحدة على حسب كنت قرست وكنبقى غادة بحلاكة وكنسد مزيان لاحظوا معي شحل العجين رقيقة وهم قطع مولوا لانها مدلوكة ومرتاحها مزيان صافي ونكمل ان شاء الله الكيمية اللي عندي ونتلقى بكم في مرحلة تارية فالزيت اللي تبال لكومرا غير اللي ورقت به ما كندير التنقطة ديال الزيت فاش كنكون تنطيب هادك الزيت هو اللي تيخرج من الملوية وهو اللي تيطيب فيه الملوي صافي كنستمروا في التقلاب من حبسوش نهائيا من التقلاب الملوي كي ملاحظوا معي راتي تنفخوا كي يجي مورق تتقلبوا و تدوروا الملوي تقلبوا و تدوروا الملوي حتى كيتحمروا لكم في اللول اللي يبغيتوا كنكمل الكمية كلها ديال الملوي عادة كنبدأ نفضفض او لكن نسوس الملوي لانا لصصنا الملوي هو مازال سخون هذيك طبقة اللي الفوق محمرة كتكون مقارن بشا غتبشي لكم كاملة تحيد بني غتسوسوا الملوي هو سخون تخليوا حتى يبرد الملوي كامل عادة كتب داو تسوسوا في الملوي ديالكم بالطريقة المعروفة فان شاء الله نكمل ونطلق بكم في الوصفة ديال الحريشات فخليكم معي بإذن الله بالنسبة للحريشات نخدم معكم كيمية قليلة بالنسبة للأخوات اللي كتلبوا مني كيمية قليلة اما زل نضرب الكمية بجوج درس هنا ثلاثة ديال الكيسان ديال العنبة ديال السميدة رقيقة اللي كنصيبوا بها الحرشة والبسبوسة ضبت هنا شوية ديال الملحة وعندي كاس وربع ديال الحليب غدا نضيف واحد المعلقة كبيرة ونص ديال العسل بغيتو تديروه السكار غاد ديروه شوش معالق كوبار ديال السكار ما بغيتوش تديرو الحليب غدا نديروه الماء بحال بحال يعني رمكينش نيائيا فرق عندي نص كاس ديال اللي عند بمخلط ما بين زيت عادية وما بين زبدة من أصل حيواني على حسب الطلبية كانت بغى صاحب الطلبية حريشات يكون فيهم زبدة من أصل الحيواني غندوب هاد العسل هادا في الحليب ولا تدوبوه في الماء الماء عادي والحليب عادي مدافين موالو عندي كيس من الخميرة ديال الحلويات وكيس من سكر الباني صافي غدا ناخد هاداك الزبدة والزيت اللي عندي غدا نضيفهم باش غدا نبسس هاد هاد سميدة هادي هنا ما غنديرش الكمية كلها لانه كان كتر من النص كاس لانه ما زال عندي جوج ديال الكميات غدا نخدمهم ديال الحريشات هادو صافي وغدا تخدموا تبسوا هاد سميدة هادي عاد غدا تضيفوا الحليب ولا تضيفوا الماء تبقى على حسب النوعي ديال السميدة اللي عندكم تقدوا تزيدوا الحليب إليك تخدمتهم بالحليب تقدوا تزيدوا الماء لك تخدموا بالماء كان عندكم غير الحليب وما كفاكمش تكملوا بالماء ماشي مشكي فهد الحريشات هادو راه تيجيوا غزالين ومزاف وكيجيوا ومفركين كما غتلاحظوا معي ان شاء الله بنا هنقصم معكم واحد الحبه لانه صاحبة طلبية كانت بغى غير عشرين حبه بل الحريشات وعشرين حبه من القرص فهنا غدا نضيف الحليب وغدا نشوف إلي كانت السميدة هي هاديك من شفاش هاتخلي واتشرب واحد ستا ديال التقيق او لا ثلاثة ديال التقيق على حسب النوعية ديال السميدة كانت بانت لكم على انها ناشفة غدا تزيدوا الحليب ولا تزيدوا الماء كما سبق وذكرت لكم تقريبا بحلي درتكاسو نص ديال العنبة ديال الحليب اولا المال سيبقى لكم الاختيار غدا نحط حدايا المقلة كما كتلاحظوا معي المقلة باردة ما تكونش المقلة سخونة بزاف وتحط الحريشات هما مرخوفا بحلقة غدا نلسقوا لكم غدا ناخد سميدة عادية اللي ختمنا بها الحرشة هنراني اضافة الحليب والحرشة اي نوع ديال الحرشة الحرشة الكبيرة ولا الحرشة الصغار تخدموهم غير بالاطراف ديال الاصابع ديالكم لو بقيتوا تدلكوا وتوركوا على الخليطة ديال الحرشة اتيوا اللي بحلي مدلوك اتيوا اللي بحلي استيك يعني كتبقى تراسي في الحرشة وهي تترجع لانها كتكون تدلكات صافي تخدموها بالاطراف ديال اصابع ديالكم فقط من هنا كما لاحظوا معي اخدي تسميدة وغدا نبدا نوزن 80 جرام في الميزان ديال هذه الحرشات هدو نخلي لكم الايطار ديال هاد السيق اللي تراسيت به الحرشات كندوز الحرشات في السميدة وما بين كل حرشة وحرشات غسلوا يديكم من هاد السميدة اللي كتكون في يديكم لانا غدخلكم في الحرشات وبالتالي الحرشات غيجيوكم مزوينين شو كيجيو بحلي داخله فيهم السميدة ما مخدوه ماش كنتراسي بحال هاكا كندوز حتى استيقل في السميدة باش ما يشدش لياه كنا نستمر به هاالطريقة هادي بالنسبة للكيمياء تقوم بتعطي 10 عام الحرشة مميما نشوفوا كيف حال من حبه اغلاء في المقلاق وكنا نستمر به هاالطريقة هادي حتى السميدة ما تكتروش بزاف الجهد ليتبليكم عالي الحرشة تفندات صحبي تحبسوا وكتستمروا به هاالطريقة هادي وضروري تغسلوا يديكم ما بين الحرشة والحرشة ما تخليش هاد السميدة اللي فديكم تخل في الحرشات وحتى التحمار تعاونكم في التحمار بشكل كبير هنا كما لاحظتم معي نستمر بهذه الطريقة وكان طراثي مزيان حتى نكمل الكيمية اللي عندي ونحط هاد المقلة هاد فوق النار فمانيك تحطوا هاد الحريشات هادو يطيبو كتشوفوا واحد ستاديل دقيق بحلقك تشوفوا ان الحريشات راهم صافيق بطراثهم ما تخليهم بشي يتحمروا بشكل تام يلا يتمو جايين تيدهبوا سوف يتقلبوهم في البلاسة يعني الوجهة ديلا الحريشات يكونوا مازال طريقين شبح تقلبهم ل Battorse المقلة بشكل كامل و بالتالي يأتي الحمار مستوي في الجهات و في وجهة الحريشات و في الظهار هنا تقريبا 6-4 دقيق حرائشات لا يزالون من وجهه يبقى هذا هو الشكل للتريد يأتي التريد رقيق و يأتي ناشف كما لاحظتم عاية تنجبد التريد لا يتقطع مواله لأنه طيب التريد إذا لم تطع بش مزيان أرغم أن يتسجر الرفيسة راحت يتعجن هالتريد اللي تكون طيب مزيان فاش كتسجر الرفيسة كيجي يعني التريد مشوك في الرفيسة كتجي واحد رفيسة اللي غزالة بزاف و ما كتجيش نهائيا معجنة و لا كتجي تقيلة فإن شاء الله تجربوا الصحة والراحة و ينال إعجابكم كنحاول نوريكم هانتو ما يعني روخها الكيمية دي لزيت ما كتيراش بزاف ما كيلسق متاشي حاجة كنكمل إن شاء الله هالتريد هذا مني كتطيبو كتغطيو حتى تكملو الكيمية كلها إما تقطعوه على الشكل الشرائط اللي كتاخدو واحد الكيمية من الزينة دي التريد و كتبرموها و كتقطع الشريطة أو لا كتقطعو التريد بالطريقة العادية فهنا كما كتلاحظوا معي القريصات كانت صاحبة الطلبية بغى عشرين حباب فالكيمية اللي بقاتلية هي اللي سنوريكم هانتو ما يعني راكيجي و قطنيين يعني يعني يبقى وغيت قادوا لكم إن شاء الله تعودهم تيجي و قطنيين و تيجي و تيدوبوا والمداقذي البرتقال راكيجي غزل غزل بزاف فيهم هنا كما كتلاحظوا معي رزاة القاعدة خدمتها لها بزبدة من أصل حيواني فنخلي لكم إن شاء الله الرابط في صندوق الوصف هذي خدمتها بالماكينة وكينا حتى بليد اللي كانت شاركت معكم ماما تيبقى لكم الاختيار باش ما بغيتوا تخدموا تخدموا هنا كان نحاول نوريكم على أن التريد راه طيب ورقيق في نفس الوقت هنا التريد قطعته بالطريقة البلدية المعروفة فتيبقى لكم الاختيار بأي طريقة ممكن أنكم تقطعوه الملوي مكانش لكمية شيطالية باش نوريكم الملوي من داخل لأنها كانت بغى كثير من هذا القياس هذا ولكن ما كانت عندي الخدمة يعني في حوية شخورين هذا هو القياس اللي خرجت لها فكانت ما كيجيرها كيجي خفيف هذا الملوي هذا وكيجي مورق بواحد الشكل الكبير كبير بزاف إن شاء الله تجربوهم بصحة والراحة وينالوا إعجابكم هنا كما كتلاحظوا معي رزاة القادي اللي خدمت معاكم من قبل بالماكينة هنا خدمت لها بزبدة سبيسيال قد يجي بنينة بزاف وهذا رزاة القادرة دي الفران وهذا هو الشكل للحريشات من داخل تيجي ومفركين وتيجي ورطبين تيذوب وبالنسبة للحريشات اللي بزبدة سبيسيال وبالحليب 3 ديال درهم العدد اللي اعطيتكم كيعطي عشرة ديال الحبات ب30 درهم بالنسبة للقريصات فالعجنة كنتفعة ب70 درهم هي ما اخذتش العجنة كلها وبالنسبة للملوي بزبدة سبيسيال 90 قرام 3 ديال درهم ونصد بالنسبة للتريد فالكيمية اللي خدمت معاكم ديال الطحين اعطيتنا 4 كيلو ديال التريد تعمل الكيلو الواحد هو 40 درهم للكيلو حسن المتابعة ديالكم على كلامكم حسن المتابعة حسن المتابعة ديالكم على تعليقكم وعلى التشجيع ديالكم على كلامكم طيب فشكرا شكرا لكم كان اعتدر منكم على الاطالة كين النقط اللي خصومي تشرحوا بدقة بشيكون كل شي واضح لما تشرحت شي حاجم زيان خليوا لي ان شاء الله بتعليق نجاوبكم عليها بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة